ما بين شد وجذب علقت المفاوضات في السودان بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة إضافية رغم أنه كان يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية تعليق المفاوضات جاء عن طريق المجلس العسكري السوداني على لسان رئيسه عبد الفتاح البرهان الذي أكد تأجيل حسب المفاوضات 72 ساعة إضافية حتى يتهي المناخ لإكمال التفاوض وتزال المتاريس حول محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم بحسب البرهان رئيس المجلس العسكري طالب أيضا بعدم التصعيد في الإعلام وتهيئة الأجواء التي تؤمن الشراكة السياسية لاجتياز المرحلة التي وصفها بالحريجة تعليق المفاوضات جاء بسبب ما قال المجلس العسكري أن مسلحين تسللوا إلى مكان الاعتصام وأطلقوا النار على الجيش والمواطنين وأزهقوا أرواح من الطرفين تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن أن تعليق المجلس العسكري عملية التفاوض مع المحتجين هو قرار مؤسف لكنه تعهد بمواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع وجميع ميادين الاعتصام في البلاد وقبل تجميدها كان طرفان المفاوضات قد توصلا إلى وقف التصعيد وعدم توسيع نطاق الاعتصام قبل أن تتطور الأمور لتنتهي عند إطلاق الرصاص وسقوط ضحايا ولم تفلح مناشدات قوى الحرية والتغيير للمعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة أمام قيادة الجيش في منع وقوع المحظور مع هذا ظلت قوى التغيير تؤكد أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات الشعب وثورته محاولات بدأت الاثنين الماضي بإطلاق النار وانتهت بمقتل خمسة متظاهرين على الأقل بينهم ضابط واستمرت ليصيب الرصاص نحو سبعة متظاهرين الأربعاء الماضي ويتهم المجلس العسكري جهات وصفها بالمندسة بتنفيذ هذه الاعتداءات فيما تطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات